الدكتور مفلح القحطاني رئيس جمعية حقوق الإنسان في السعودية يفضل شهر رمضان عن بقية أشهر العام للقيمة الدينية الرفيعة فضلا عن استطاعته استقبال مكالمات من أصحاب القضايا التي يعمل على معالجتها في الجمعية وذلك بعد أذان المغرب عبدالله ركف معه التفاصيل مع ساعات الصباح الباكر ينغمس في مكتبه بمعاملات وأوراق مواطنين ومقيمين يشتكون الحال ليخذ حقوقهم تارة يجتمع إلى مستشاريه وأخرى ينهمك في أوراق ليجد حلولا مبسطة من دون التوجه إلى الجهات الشرعية بحكم تخصصه الأكاديمي في القانون المدني هذا هو الدكتور مفلح القحطاني رئيس جمعية حقوق الإنسان في السعودية العمل في يوم رمضان عمل ممتع حقيقة لأنه ليس لديك أوقات تلتزم بها للذهاب